خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري في اطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وخلال عرض الجهود اشارت الوزيرة الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لعام 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024-2025 كما عرضت الوزيرة الاجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص مشيرة الى تشكيل فرق عمل من ممثل الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع اعطاء الاولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%